وينضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب بالصحفي ومدير تحري صحيفة الأهرام أشرف العشري سيد أشرف أهلا بك على شاشة الحدث يقول بايدن أن هناك فرصة لتمديد الهدنة في قطاع غزة ولكن في كل الأحوال حتى لو مددت يقول الإسرائيليون أنها لن تتجاوز عشرة أيام عشرة أسرى مقابل كل يوم إضافي في هذه الهدنة ولكن ماذا بعد الهدنة؟ مسير خير أستاذ صار هذا هو المأمول المرتاقب أن يكون هناك بالفعل الهدنة لأكبر قدر ممكن من الوقت هدنة ممتدة مفتوحة هذا ما خطط له وأيضا سعى إليه الجانب المفاوض المصري بالتعاون مع الشركة الأمريكية تلت أكثر من عشرة أيام في الكهارة منفورات مارتونية سرية عبر الكواليس نجحوا في وضع خطط لإمكانية إتمام المرحلة الأولى اليوم على ما يرام حسب ما كان مخطط لها طبقا لهذا السيناريو وأيضا كان هناك بالفعل تحسبا لكثير من الانتكاسات لكن أعتقد أنه كان هناك في الحسبان وضع كثير من الحلول لاستحقاقات لإمكانية أن يكون هناك بالفعل سد الصغرات على أي صغرة ممكن أن تؤدي إلى تعطيل ما شاهدناه اليوم وأعتقد أن الجانب المصري كان حريص على أن يكون لديه وفد مصر رفيع المستوى منذ ساعات طويلة ليلة أمس حتى اليوم وسيبقى عدة أيام في القدس ورمالله لإمكانية الإشراف على عمليات التبادل الأسراء والأسراء بين الجانبين وفي نفس الوقت أيضا حل كثير من القضايا والمعضلات والتحديات التي تصنع على أرض الواقع فيما يتعلق بإمكانية إحداث أي نوع من المعوقات في الجانب المقابل أيضا أعتقد حسب المخطط الذي تم التوافق عليه بين الشركاء السلاسة المصريين والكطريين والأمريكان في القاهرة سيكون هناك هدنة مفتوحة وممتدة لأكبر قدر ممكن وصول إلى المرحلة الرابعة من المفورات وهي المرحلة الأسعب والأكثر شراسة فيما يتعلق بمصاري السياسي والمصاري التفاوضي المتعلقة بالإفراج عن كبار الشخصيات في السجون الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية من الملقيرات الكبرى بروان البرغود وأحمد السعادات وغيرها من الشخصات التي لديها درجة كميرة من النفوذ داخل حركة فتاة والأسر العسكريين الإسرائيليين مقابل وهذا سؤالي سيد أشرف مقابل أسرقية 41 نحاول أن نتوقع من المجندين والمجندات منهم ضباط نعم سيد أشرف نحاول أن نتوقع كيف ستدير حركة حماس مرحلة العسكريين الإسرائيليين أو التفاوض حولهم ما المتوقع يبدو بالفعل على الظاهر أن هناك بالفعل درجة كبيرة من المناورة لدى حركة حماس هي كبرت بأن يكون هناك الدفع الأولى والثانية والثالثة للنساء والأطفال كما شاهدنا اليوم غدا سيكون المزدوج الجنسية الفرنسيين والأمريكان ربما أيضا في المرحلة الثالثة يكون كبار السن من كل الأعمار في النساء ورجال لكن طبق المرحلة الرابعة هو الذي يخطط لها المفاوض الحمساوي أو على الأقل وفت حركة حماس في الخارج والداخل سواء إسماع الهنية خالد مشعل موسى أبو مرزوك مع كل من إحياء السنوار ومحمد الضيف ومحمد السنوار في الداخل حاليا لإمكانية أن يكونك هندسة لهذه المرحلة هذه مرحلة بالنسبة لحركة حماس مرحلة مصرية إذا نجحت في إتقان عملية السير بها يا قدما حسب المخطط الحمساوي ستكون حماس إلى حد ما قد حقاقت نتائج إيجابية ونجحت فيما يتعلق بأهدافها حتى لو كان السمن وأيضا حساب المدفوع هو 15 ألف قطيل 23 مصاب 7 ألف مفقود حتى الآن هولوكوست بإبادة كاملة في قطاع غزة خاصة في منطق الشمال من أجل هذا الغارة تخطط حماس وتهندس لأن يكون لديها درجة كبيرة من نجاح والاختراك في هذه المرحلة الرابعة 141 من المجندين والمجندات منهم زباط في الجيش الإسرائيلي لمقابل كل السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل بما فيهم الكيارات الكبرى وأعتقد أن الناس تكون مرحلة الأصعب والمفوض المصري والأمريكي يعلم تماما ولديه علم ومخطط أيضا فيما يطالق من فراط السابقة في القاهرة أنه يجب أن يكون هناك استعدادة تقديم تنازلات من كلا الطرفين حماس من ناحية وإسرائيل من ناحية وبالتالي كل ما يتحدث عن إمكريت أنك عودة لعمليات قصف وقتل أعتقد أنه من الصابق لأوان الجزم لأن ما يصدر عن نتنياه ويصدر عن وزير الدفاع جالانت وغيرهم هي مجرد تصريحات أو على أقرار تصوبة في خلال الاستهلاك المحلي والإعلامي في الداخل الإسرائيلي لأنه لا يمكن أن يكون هناك تجاوز للإفراج عن المجنرين والمجندات وتخلل التنياه عنهم وإلا سيحدث قريسة أو على الأقل فوضى داخل المؤسسة العسكرية ويتهم بأنه ضحى بالعسكريين مقابل بعض كبار السن والأطفال والنساء وهذا مرتقب خلال السن تحدثت عن تنازلات من الطرفين نعم تحدثت عن تنازلات من الطرفين سيد أشرفين تحدثنا من الناحية الفلسطينية حركة حماس ما الذي يمكن أن تقدمه حركة حماس من تنازلات هل ستكتفي بتفاوض بسقف مخفض في ملف العسكريين أم يمكن أن تذهب إلى التفاوض حول مستقبل القطاع مستقبل الحركة في القطاع أعتقد أنها زوارة بكوة لأنها لديها درجة كبيرة بأن يكون لديها درجة كبيرة من وورا في المفاورات الأسرى المجندات والمجندات على أن يكون هناك ترتبات خاصة فيما يتعلق بالتواجد في شمال القطاع والأسلاح الموجودة في حاوزاتهم والكيرات أيضا لتوفير سقف من الأمان والتأمين لخرجهم من الشمال إلى الجنوب إذا كان هناك بالفعل درجة كبيرة من الاتمام الإسرائيلي بشل القدرات أو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس ستختار أهوان الشرين وستجنح إلى أن يكون هناك بالفعل ذهب إلى الجنوب بما لديها من أسلاحة وكيادات حفاظا عليها في المرحلة القادمة على أن يكون هناك بالفعل وضع إلى حد ما ثابت فيما يتعلق به شمال قطاع غزة أن يتم البت نهائيا في هذا الأمر عبر المرحلة القادمة أي بعد اليوم التالي الوقف في إطلاق النار خاصة أنه سيكون هناك تمرجز التنوضع إسرائيلي لفترة من الوقت هل ستطول؟ هل ستكسر؟ هذا سوف يتوقف على ما سوف يتوقف أيها الأطراف الإقليمية والدولية المصريين والأمريكان فيما يتعلق به عورة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لكن السلطة تطلب بلا أحد شروط أن يكون هناك بالفعل وقف لكل الاحتلال الإسرائيلي خروج منه ووقف الحصار أن لا يكون هناك بالفعل تجزئة أن لا يكون هناك عملية تهرحيل قصري كل هذا سيكون في مرحلة رحيقة عبر المفاوضات خاصة أنه ترحي مصر الجديد اليوم ترحي بناء وإيجاب للغاية وربما يكون الأول من نوعه من 30 عاما وليس ترحى الرئيس عفتاح السيسي خلال لقاء اليوم مع رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا بأن يكون هناك التزام المجتمع الدولي بعد أن تنهي الحرب وطرع أوزارها يكون هناك توقف في المجتمع الدولي والإقليمي لإعلان دولة فلسطينية نعم الاعتراف وحل الدولتين والعمل على هذا المسأل مرة أخرى ولكن باختصار شديد تركبات أمنية نعم سيد أشرب باختصار شديد في مسألة ما الذي سيقدم إسرائيليا إسرائيل الآن لا تبحث فقط عن الأسرة ولكن حتى المواطنون الإسرائيليون يبحثون عن هدوء في مستوطنات الغلاف ووقف الضربات التي طالت حتى تل أبيب باقي المناطق في فيات داخل الإسرائيلي ما الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل هل ستتراجع عن العملية العسكرية مقابل شيء ما يقدم لها في غزة إذا كان هناك بالفعل بالتفاوضات وطرح أليات كثيرة سيكون هناك بالفعل خروج لقيادات حماس من شمال الدكتاع غزة إلى الجنوب وأن يكون هناك توقف لزيل عمليات وأن تقدم حماس ضمانات للقاهرة في هذا الشأن ينقلها للجنب الإسرائيلي والشركة الأمريكية في هذا الشأن هذه صيغة مقترحة وأفكار يتم تداولها وأعتقد سيتم القبول بها فينات الأمر حفاظا على أن لا يكون هناك بالفعل القتل واختيالات لكيرات حماس والبعد عن المواجهات المباشرة مرة سنية حتى يعطى فرصة للهدوء والاستقرار وأن لا يكون هناك بالفعل عودة للقصف والإبادة الإسرائيلية من جديد خاصة أن الجميع خاسر في هذه المعركة حماس وإسرائيل شكرا لك من القاهرة كنت مع الكاتب الصحفي ومدي تحري صحيفة الأهرام أشرف العشر شكرا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر